ترجمة نانسي قنقر ورئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأشاد سموه بالتعاون المستمر بين مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات حيث يأتي حفل الزواج الجماعي في مقدمة هذه المشروعات المجتمعية والذي يعد الحفل الأكبر والأبرز بمملكة البحرين لتكريم الشباب البحريني في إطار الحرص الدائم على مسالدة الشباب البحريني وإعانته على تكوين أسرة مستقرة هانئة وسعيدة تساهم في نهضة الوطن وازدهاره وبارك سموه لجميع العرسان مبتهلا للمولى الكريم أن يبارك في زواجهم الميمون وأن يجعله زواج رحمة ومودة وأن يرزقهم الذرية الصالحة جاء ذلك منسبة تنظيم مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة لحفل الزواج الجماعي الثاني عشر بمملكة البحرين بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذي أقيم في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة بجامعة البحرين بالصخير برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد وبحضور سعادة الشيخ علي بن خليفة بن محمد الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وسعادة السيد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعد الحفل الأكبر في مملكة البحرين من خلال الاحتفاء بزواج 1600 شاب وشابة وتضمن الحفل كلمة العرسان واختتم بتكريم سموه لمؤسسة خليفة بن زايد لدعمها المستمر لحفل الزواج كما سلم المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد هدية تذكارية لرعي الحفل بهذه المناسبة تقدم سعادة السيد محمد حاجي الخوري من خلال كلمته في الحفل بخالص شكره وتقديره لقيادة البلدين الشقيقين على دعمهما ورعايتهما المستمرة لحفل الزواج الجماعي بمملكة البحرين مشيدا بالتعاون المستمر بين المؤسستين من جانبه تقدم أمين عام المؤسسة الملكية للعمل الإنسانية في كلمته بخالص تقديره وامتنانه لقيادة البلدين الشقيقين على الدعم المستمر لمختلف المشروعات الإنسانية التي تنظم بإشراف البلدين مشيدا بجهود مؤسسة خليفة بن زايد في تنظيم ودعم حفل الزواج الجماعي السنوي للشباب البحريني وتوسيع عدد المستفيدين منه بمزيد من البهجة والسرور أقيم أكبر حفل زواج جماعي في مملكة البحرين لتزويج 1600 شاب وشبه وذلك في ظل حرص قيادتي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تعظم الجهود للوقوف مع الشباب البحريني ومسندته في توفير الحياة الأسرية المستقرة الحمد لله اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أقول حطم رقم قياسي في الزواج الجماعي بلغ عدد المعاريس 1600 واثنينة عروس ومعرس والحمد لله مؤسد قليب بنزايد النهيان العمال الإنسانية بالتعاون مع المؤسد الملكية في خلال 12 سنة قمنا بتنظيم الزواج الجماعي وبلغ عدد المستفيدين 9728 معرس وعروس الله يحفظهم ويفقهم إن شاء الله تشرفنا اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الحفلة الزواج الجماعي السنوي اللي تنظم المؤسسة مع مؤسسة خليفة بنزايد النهيان العمال الإنسانية احتفالي اليوم بزواج 1602 شاب وشابة وهو أكبر احتفال زواج الجماعي على مستوى البحرين وانتهزاي الفرصة لبارك القيادة الرشيدة على هذا الحفل وبارك لإخواني العرسان ربي يوفقهم وتمنى لهم حياة سعيدة العرس الجماعي والذي يأتي هذا العام في نسخته الثانية عشرة أسهم خلال النسخ السابقة على مر السنوات في دعم شباب الوطن وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري ليمثل اليوم ظاهرة وطنية يحتذا بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع وتسهم في تعزيز قيام ومبادئ المسؤولية المجتمعية بداية أنا أحب أن تواجه جزيل الشكر إلى المؤسسة الملكية للعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حامد نصير الشباب على هذه المبادرة الطيبة ولا ننسى أخوان طبعا مست خليفة بن زايد على هذه المبادرة الطيبة أمانة نحن نشعر بوحدة هذه الدول وتلاحمهم وللأمان أنا فرحان أول ما دخلت كلما التفت شفت واحد من زملائي في المدرسة زملائي في الجامعة زملائي في العمل كذلك وسعيدين يعني للأمان يعني قاعدة ألتمس هذه المشاعر الطيبة والفرحة من نظراتهم نشكر المؤسسة الملكية للعمال الإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد على نهيان ونحن سعيدين في هذا اليوم وإن شاء الله يكون فاتحة خير ووالله يوفق الجميع حبي أن أشكر المؤسسة الملكية للعمال الإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد على نهيان وكل الشكر موصول لغيادتنا الكريمة وغيادة الإمارات شعبا وحكومة نعبر عن فرحنا في هذا اليوم وكل الشكر لكم للدعمين وإن شاء الله يكون ثمرات خير وإن شاء الله بناء هذا الوطن التعاون المستمر بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد أثمر العديد من المبادرات الإنسانية ومنها مبادرة الزواج الجماعي مساهمة في بناء أسرة مستقرة ومترابطة وهو حجر الأساس في مسيرة تقدم البلدين الشقيقين التي تحرص على دعم أبناء الوطن في مختلف المجالات يأتي حفل الزواج الجماعي تعزيزا للعلاقات الوطيدة التي تنبض بقلب واحد بالمحبة والإخاء والعطاء بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا دعما لمختلف البرامج الاجتماعية المتميزة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين